جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، جمهورية مسالمة وليست مستسلمة هكذا وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة وبتلك الكلمات كلل تهنئته بعيد الميلاد المجيد من قلب كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال التهنئة شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الوطن يستطيع أن يعبر أي تتحديات وصعاب طالما بات أبنائه على قلبي رجل واحد كل سنة أنتم طيبين وإن شاء الله دايماً تبقى سنة جميلة علينا كلنا وسنة طيبة علينا كلنا خير وسلام وأمان ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى مش هطول عليكم يعني لكن عايز أقولكم أننا أريد أن أتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين وبقول أن إحنا في مصر يعني بدأنا طريق طريق عهدنا في ربنا وعيدناكم طريق عهدنا في ربنا وعيدناكم بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض مع بعض كلنا الطريق ده زي ما بنقول كده واسمعتم يمكن طريق الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز للجميع نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض وخلي بالكم أريد أن أقولي الكلام ده لكل الناس لكل المصريين مش لحد بعينه قوة وحد يدخل بنا قوة وحد يفتننا لأن ده مش حينتهي